اختتمت في مادبة وعلى مسترحي مدرسة بطرياركية الروم الأرثوذوكس فعليات مخيم القديس يوحنا كوكوزاليس للموسيقى بأمسية تراتيل بيزنطية حضرها سيادة المطران خريستوفور سعطالة وعدد الأباء الكهنة والشمامسة وذوي الطلاب ورعية مادبة وفي كلمته أكد سيادته على أهمية مأسسة التراتيل البيزنطي للنهوض به مثمنا جهود جميع الأخوة الذين بنوا وتعبوا للوصول إلى هذا المستوى من التراتيل وفي ختام الأمسية قدمت أيقونة المخيم التذكارية لسيادته عربون شكر ومحبة وآيقونة أخرى للراهب القائم على النشاط كما قدمت درع لقائد كشافة ومرشدات الروم في مادبة لورنس بطارسة تقديرا لجهوده في تنظيم المخيم